ان شاء الله رح نتكلم عن بعض الاعراض التي تصيب مريض الجلدة الدماغية اثناء الجلدة المخية على الرأس قد تحدث خدر او ضعف او شلل او تخدير في الجسم في جانب واحد من الجسم او الوجه ايضا ممكن يصاب الشخص بشلل بشكل مفاجئ على جانب واحد من الجسم ايضا ننصحك قم بمحاولة رفع كل ذراعيك فوق رأسك في الوقت نفسه اذا بدأت وحسيت ان احد الذراعين شفتها تهبط فقد تكون تمرأنت بالسكتة الدماغية وبالمثل ايضا قد يتدلى جانب من جوانب فمك عندما تحاول ان تبتسم ايضا ان التليف او التلف الذي يحدث في احد جانبي الدماغ يؤثر على الحركة والاحساس في الجانب المقابل من الجسم حيث ان التلف في الجانب الايمن من الدماغ يؤثر على الحركة والاحساس وايضا في الجانب الايسر من الجسم والعاكس الصحيح قد يظهر على يعني بشكل يعني اكسي قد يحدث عدم مضوح الرؤية مثلا او مسكيلة في الرؤية في احد العينين او يعني كلهما او يحصل السوداد بصورة مفاجئة قد ترى ايضا الصورة مزدوجة ايضا ممكن تحس بالصداع حاد مفاجئ والذي يعني يتم الشعور به بشكل طبيعي في الامراض العادية ايضا صداع شديد غير مسبوق اه قوي جدا في بعض المناطق مثل ضربة قوية على الرأس جات من حيث لا تدري اه والذي ايضا اه بعض الاعراض التي قد تمر مثل الدوار ايضا يشير الى الاصابة بالسكتة الدماغية الى هم انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي وان شاء الله رح نكمل الدرس الثالث عن السكتة الدماغية بالدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة